موسيقى انا هأصارحكم مش بكل التفاصيل يعني كنت بتكلم على معاناة البدايات كمزيع ازاي دي حدوتها قد تروى وقد لا تروى مش دي المسألة الاول منورنا المرة التانية ماتش النهاردة هل كان مفاجئا لناقد ومحل الرياضي زيك ولا كنت متوقع كده اولا مبروك لكل شعب المصري الاداء مش النتيجة الاداء مش النتيجة حدرك لو فاكر لما كنا بنتكلم على السنغال كنت بقولك ان انا مش خايف من السنغال خالص اللي هي في المباراة الفاصلة وكسلام انا خايف من ان احنا ان احنا حتى الان مش مصدقين المجموعة الحالية هي مجموعة جيدة جدا جدا والمدير الفن هو مدير الفن جيد جدا لكن مش مصدقين ان هم غالبا بلعبوا مع منتخب مصر وانه منتخب مصر ده منتخب كبير ومنتخب صاحب تاريخ كبير جدا فكان لازم يصدقوا ده مباراة كودوفور عشان كده أنا أعتبر مثلا مباراة كوتفور هي البداية الحقيقية للجيل الحالي بطاقة طبعا بطاقة التعريف لي مع الجمهور المصري إيه اللي كان نقص الجيل الحالي ده؟ الروح دي الشخصية دي دي كانت أكتر حاجة نقصة الجيل الحالي فعشان كده مثلا ما كنتش مستغرب النهار ده مع المغرب المستوى اللي ظهر به لأنه خلاص هم فازوا بمباراة كوتفور فالمباراة ممكن بالنسبة لبعض تكون فوز وصعود من دور 16 لدور 8 لكن هي إكساب ثقة وتقلل المجموعة الحالية دي هتسهل عليهم بعد كده بطولات كتيرة جدا وهيلعبوا بضغط أقل بشكل كبير جدا ونده ظهر النهار ده مثلا في مباراة المغرب صحيح كان فيه تنشانها شوية لكن المستوى كان أفضل كمان من مباراة كوتفور كنا بنروح للجوم كتير وبنصنع وبنسجل جول في الوقت الأضافي الأول بدأنا المباراة بشكل صعب جدا تسجل فينا هدف لكن قدرنا نكمل وقدرنا نرجع ده اللي كان نقص منتخب مصر وأعتقد ما بقاش مفاجئ بالنسبالي أنه هم يبقوا بالشكل ده لأنه خلاص هم خدوا الدفعة اللي هم كانوا محتاجينها وقدوا كمان الجمهور اللي كان محتاجه علشان الجمهور يسق فيهم ويدعمهم وما نسمعش نغمة ده بيلعف الأهلي ده بيلعف الزمالك والخناقات اللي بتحصل بين الجمهور ده الناس كان الجمهور كان محتاج فوز كوتفور فبعد كده ما بقاش بالنسبالي مفاجئ لأنه فيه روح فيه أداء فيه عزيمة عند المنتخب وده اللي احنا كنا محتاجينه لكن كان مستوى فني ما كانش عند شك في المجموعة الحالية ولكن عند شك مع المدير الفني حتى لو أنا مختلف مع بعض اختياراته ومع بعض أفكاره بالصيغات تحاول تقترب من الأدب كده يعني فوز كوتفور ده عبدت طريق أمام سلسلة من الانتصارات القادمة بالضبط وإعادل ثقة للمجموعة الحالية علشان تسق في نفسها بأفضل شكل ممكن ووضعها على الطريق الصحيح كلاعبين دوليين يستحق ارتداء فنلة منتخب مصر حلوة أوي يستحق ارتداء فنلة منتخب مصر دي طيب أنا هنا بقى هسأل على إيه السر وراء ارتفاع شكل ومعدل اللياقة البدنية لدى الفرقة بتاعتنا إحنا فرقتنا في وجهة نظرنا ما كانتش عندها هذه اللياقة هذه الطاقة القدرة على الاستمرار من الأول للآخر بنفس الطاقة وبنفس القوة وبنفس الشدة لا إحنا مكناش كده إحنا كنا بنيجي دايما طول الوقت في الأواخر ونبدأ خلاص تعبنا المرة دي الله أكبر لا جزء منها علمي طبعا هما الجهاز الفني بيشتغل معهم بدنيا بشكل كويس كمان فيه تطور كبير في اللياقة البدنية عند اللاعب المصري يعني الشغل الكويس في الأهل في الزمالك النهار دا بتشوف مدربين أحمال من جنسيات أخرى بيشتغلوا فيه في الدور المصرفة دا كله بيرفع كمان الجهاز الفني أو المعد البدن اللي موجود مع المنتخب دا كله بيساعد الحاجة تانية كمان عادة كبير جدا اللاعب هو لعاب محترف اللاعب بيهتم بالياقت وبيهتم بصحته الأكل اللي بيأكله بيأكله بشكل كويس جدا كل الحاجات دي بتساعد يعني طول الوقت لما اللاعب بيحافظ على اللياقة البدنية بيأكل كويس بتضرب كويس كل دا بيقلل معدل إصاباته عند اللاعبين فبيظهروا بالشكل دا حتى يمكن فيه شوية المنتخب الجزائر مثلا ما قدرش يلعب في الأجواء دي ممكن بسبب أغلب لعابته محترفين فما قدرش يتعامل مع الأجواء دي لكن شفنا أن منتخب مصر قدر يتعامل معها ويتعامل معها بشكل جاي جدا وده يحسب للجهاز الفني والمعد البدن اللي موجود مع المنتخب كمان فيه مجموعة كبيرة من اللاعبين هو بلعبه في دوريات في دور السعودي والدور الإنجليزي ودوريات أخرى في ده كله بيرفع المعدل البدن للعبيد حاجة تانية اللاعبة عندها روح اللاعبة بتقاتل على كل كورة ممكن يكون لعب مصاب النهارة شفنا أبو جبل بغض نظر مننا مش معاه شوية في الموقف لكن عاطفيا ونفسيا هو عايز يكمل عايز يدي المنتخب عايز مش عايز يخسر المنتخب تدريب دي برضو من الحاجات اللي بتساعد اللاعب يمكن تقول الكورة شوية على الغل القروي يعني وعنده غل ان هو يكمل ويلعب علشان مش حابب يخرج ده كله برضو بيزود العزيمة عنده ان هو يكمل في أعلى مستوى انت مش معاه لي بقى مش معاه لأن ببساطة ممكن يؤثر بشكل سلبي على مستوى في المباراة فبالتالي يحصل خطأ منه في مباراة ما يقدرش يعمل رد فعل مناسبة للكورة مثلا خطيرة فتكون تأثيرها كبيرة على المنتخب الحاجة التانية ممكن يكمل فكيروش يعتمد انه هيكمل ويغير الخمس تغييرات بتوقع وخلاص ففجأة هو يتصاب او ما يباشي قادر يكمل فتخسر انت تغيير اه انا معاه ان انت باب عندك روح وكل حاجة لكن الافضل ان خلاص انت مش قادر والجهاز الفني قال ان انت مش قادر الافضل ان تعمل كمان عشان اتطمن عليك المباراة القادمة يعني الاسابة ما تطفقمش محمد الشناء ومثلا لو ما قادرش يرجع المباراة القادمة امام الكاميرون انا متطمن عليك ان انت الاصابة اللي عندك دي خفيفة فتقدر تشارك معي مباراة الكاميرون ما احترش او يباش عندي مثلا مشكلة في ان مين اللي هيلعب محمد صبحي هل يقدر ولا لا كل الحاجات دي حاجات مهمة فالعاطفقة مهمة لكن برضو الشغل الاحترافي مهم اكتر من من العاطفة في المواقف اللي زي دي طيب انا سأزيناك هنطلع فصل السريع جدا وهنرجع بعض الفصل عايز نتكلم يمكن في حاجتين لو معنا الوقت يعني جزء منها هي التويتا او التغريدة بتاعة المفكر الكبير سعيد نشيد وسمى الصورة عناق الكبار ليه صورة صلاح الشهير وعايز اتكلم على توقعاتك لماتش الكاميرون في ظل تحكيم من وجه تنظر المتوضع ما كانش احسن حاجة النهاردة ويتنظرنا كلنا مش كده؟ طيب تعالي بقى نروح للفاصل ونرجع ننقنق شويتين يا طرع يا هلطر انا كنت بقول ايفي الفاصل يا اشقية ولا عمري هقولك ابدا ابدا دي كلها اسرار مش اسرار ولا حاجة احنا كنا بنتكلم على المطش يمكن انا كنت بتكلم على المفكر سعيد ناشد انا مكنش متصور ان هو مهتم للدرجات دي بالكرة وانه يهتم بيه لقطات فخد اللقطة بتاعة الحجن ده بتاع صلاح وسماه حضن الكبار اهيه وشوف كاتب ايه بقى؟ كاتب محمد صلاح استنى بقى انا دينا ما هتوقع تقرأ انا دينا ما انت بنت حالي كده على الشاشة العملاقة وربنا كاتب لنا شاشات حيلوه او حاجة انا دينا لو حالي بعيد كده استنى بقى ما روح اقرى طيب اهو محمد صلاح كحالة حضرية بالفعل ذلك النجم المصري الاصيل الذي استطاع بفطرة سليمة ان يستوعب قيم التمدن وهدوء الطبع والتحكم في النفس واشتغل على بناء الذات امدا ممددا لذلك لا نراه يصرخ لا نراه يولول لا نراه يتظاهر بل نراه كبيرا في افعاله وردود افعاله طبعا صياغة ادبية تحفة فالاقي انه للدرجات دي كمل اهتمام من مفكر بهذا الحجم طبعا يعني هو الاهتمام بالكرة يعني مش واقف عند فقات معانا بالعكس كل العالم كله بتابع كرة ادباء او غيره كم شوفنا كتير من الادباء كتبوا عن الكرة القدم الكتابات عظيمة جدا وكتب رائعة جدا غليانه يعني كتب كبار جدا فيمكن هو كان اكتر حابب يعبر عن الصورة بشكل بشكل انا شايف هو يستحقه صراح صراح فكرة العائل طول الوقت قادر يتحكم في الفعلاته طول الوقت كان فيه ضغوط كتير على صراح كان فيه انتقاضات كتير لصراح بعضها هو كان يستحقه زي ايه يعني اداءه مع منتخب مصر المبارات الاولى ما كانش افضل حاجة اداءه كمان كقائد لمنتخب مصر مش دال منتظر منه المبارات كتبوا ومبارات النهاردة تحديدا ده محمد صلاح ده قائد منتخب مصر يعني النهاردة تقول كده ده قائد منتخب مصر وانت مبسوط ان ده قائد منتخب مصر ممكن دي الحاجات احنا قاب نعول على صراح كتير جدا عشان نكون برده هنقول ليه اكتر مما يحتمل اه اكتر مما يحتمل هو نحمله اكتر مما يجب ان يتحمل مظبوط مظبوط ده ده حقيقي وفي نفس الوقت احنا انا شايف ده برضه اوقات كتير منطقية يعني اشرف حكيمي مثلا اه مع المغرب هو رجل بلعب في برسن جرمان اه وظهير ايمن اه شوف الشعب الجزائري الشعب المغربي بيتعامل مع اشرف حكيمي ازاي ان اشرف حكيمي ده يعني يحامل احلام طبعا طبعا عندي افضل لعب في العالم اه اتعامل معاه ازاي احضنوا بعضا وهنا برضو التغريدة بتاعت نشيد حلوتها في انه هو بيغرد وهو المشجع بتاع الفريق الذي لم يحصل على الفوز ودي نقطة اجابية يمكن من اول وطولة كمان ملاحظة فكرة التقارب العرب والتأخي بين الفرق العربية سواء منتخب المصر والمنتخب المغربي كانوا موجودين في فندق مع بعض العلاقة بينهم كان فيه صور جمعة اش حكيمي بمحمد صلاح وبونو ياسين بونو بمحمد ابو جبل فكان في له هما موجودين لعلاقة بينهم جهده جدًا كمان العلاقة بين جزائر المنتخب الجزائر او الشعب الجزائري والشعب المغربي والشعب المصري وقت عرض البطولة شوفنا مبارايت كثير جدًا كانت بتنقل على التلفزيونات العربية نشوف الردود الفعل العربية كانت الردود الفعل جيدة جدا سواء على فوز سعود منتخب مصر أمام كودوفوار سعود منتخب المغرب يعني دي روح حالة من روح كده مش متعودين نشوفها كتير وانا مبسوط بها بصراحة الماتش اللي جاي بقى مع الكاميرون والتحكيم مش أحسن حاجة مش عايز أنه هو التحكيم مستقصدنا ولا إيه بس أنا مش عارق يعني أنا مش مبسوط ولا أنا مبسوط الحكم كان أداة سيئ جدا كان بيحاول كتير طول الوقت يحجم منتخب مصر بشكل كبير جدا انزارات مبالغ فيها في البداية لعيد منتخب مصر كأنه بيحرمهم حتى من فكرة التدخلات إنه يكون تدخلات قوية شوية منتخب المغربي في البداية كان بيلعب بتدخلات عنيفة جدا وما كانش فيه رد فعل نفس رد فعل على رد فعل التدخلات حسب علينا فاول مهوش فاول بالزبط ليتحسب لمسة يد على المغرب مش علينا بالزبط فيها ففيه مشكلة كان فيه مشكلة كبيرة عند الحكم ويمكن دي انتقادات مستمرة للتحكم انتقادات كتير جدا ليه حاجات في البطولة يمكن أنا خايف من حاجة واحدة بس أنا ما بحبش نظرة المهمرة ولا وما بحبش الالتهمات الجائرة يعني بس أنا الآن من مساحات كورونا فأتمنى بس إن احنا ناخد بالنا من مساحات كورونا في قبل مبارات الكاميرون ككورة وكلعب وكمنتخبين أنا نروح في عمل مساحات المكتب ونظامة الصحة في الكاميرون بس عشان لإن اللي حصل مع منتخب جزر الكاميرون حتى الآن فيه فيه جدل جدل كبير عليه آه آه طبعا فيه جدل كبير عليه وفيه فيه قانون يعني قانون انت عملت علشان الحارس يعني الحارس بعد المسحة سلبية حرمت الجزر الكاميرون من وجود حارس مرمى فيعني مش عايز بس ندخل في السكة دي خالص بس يعني شوية نبغدين بالنا من الموضوع ده غير كده إحنا ككورة وكمنتخب مصر لا إحنا أفضل من أفضل من الكاميرون حتى هم أصحاب الأرض إحنا بالمستوى اللي ظهرين بيه حاليا بيروح الحالية لأ إحنا أفضل من منتخب الكاميرون هلينفعنا حط توقع للنتيجة؟ آه واحد صفر ومنتخب مصر ماشي كله عمال يقول لي واحد صفر وأنا حاسس إنهم هيبقوا اتنين واحد برضو بس ماشي يعني ميت فل المهم نكسر بإذن الله أنا متفائل جدا أنا عايز أشكرك جدا على وجودك عن النهاردة ولازم مرة نتقابل نقعد نتكلم نتناقش على الأدب بقى مش الكورة ومش النقد الرياضي الروايات الكتب يا سلام وننزل بقى يونس بدل ما هو قعد في الكنترول ينزل يقعد معانا يقعد معانا دكتور محمد فاتح أديب رائع بالمناسبة جدا دي حواديت هنبقى نحكيه مش عزقا على وقته نورتنا وشرفتنا جدا 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 كل الشكر لكاتبنا ونقدنا الرياضي لأستاذ محمد البورمي خلوني بقى أروح لفاصل بعد الفاصل فيه عندنا فريق من طلاب كلية الهندسة جامعة عين شمس طبعا حضراتكم عارفين أن أنا كنت طالب هندسة مسقطة في إعدادة هندسة والحمد لله ما كملتش لأنه أنا مش مهندس وبالتالي اللي إحدى هنتكلم فيه ده بقى محاولة مني للفهم والله مش الفز لك ليه بقى الفريق بتاعنا بتاع هندسة عين شمس فاز في مسابقة دولية على مكان الصوت في التصميم العمراني دي معلنة من منظمة اليوراسكو ضيوفنا دكتور نوها جمال سعيد أستاذ مساعد بكلية الهندسة جامعة عين شمس ومدير فريق الصوت الذي تم تكريمه كمان الطالبة أن بها الواعدة فرح وليد باكالاريوس عمارة ومن أعضاء الفريق نادى بليغ باكالاريوس عمارة ومن أعضاء الفريق طبعا كلهم بيتكلموا في موضوع أكيد بيفهموا فيه أكتر مني بكتير وأنا عايز أفهم يعني إيه مكان الصوت تعالوا نروح الفصل ونرجع لكمل الكرام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر